السلام عليكم اليوم سأتكلم لكم على الطريقة التي نستعملها لكي نتركبها مثل هذه الأنواع الطائطة التي تكون مهزوزة على الأرض و لا يمكن أن تكون فيها السيبورة كاملة كما ترى هنا البطن الأشخاص ثلاث سيطرة والسيطرة والكوفيت التي تكون بينها يعني من بين هذه المراحل أول مرحلة أننا هنا المراحل لا يوجد وضع أول مرحلة كان لدينا مرحلة كي نضم الميزان وضع لأن أضعوا الطوالات والكوفيت و ليس لدينا مدخل مرحلة كما ترى كان هنا كبير من هنا كبير المرة 12 سم حتى هنا يجب ان تكون 12 سنتيم لكي ترى ان تكون هناك مقدة يعني هنا يعني تكون هناك نفس الطرف ونفس العبارة هذه المسألة الأولى المسألة الثانية نؤكد على الأرض مثلا نرى هذا النبو الذي تظهر هو واحد القدوس روافي ونفرح على الأرض والذي أتفاد سيكون هناك مقدة لكي اتفادنا نرى هذه النبو لانه نوع من هذه الأرض يعني ١٦ سنتيم ٦ سنتيم نزيده ١ سنتيم أو ٣ أخرى لا تتعرف الكثير من الهزة يعني ٩ سنتيم ٩ سنتيم ستكون محسوبة الأولى يجب أن نقوم بتعمل 38 سنمات على هذا التجاهي فهو 9 سنمات ، يجب أن نجح من الضالة هذا نعم تجاهدة 47 سنمات لن يتدع الماضي التجاهين يسمى الوارد على الوارد من أصحاب الشركة لأنها تتخاف الطوالط بالنسبة للتجات كما قلت لكم من قبل تجات تكون في هذه الجوش تقابي الدخلانيين لا ترى هذه المشكلة على أبرة هذه المشكلة التي ترك فيها الطوالط مسألة أخرى من ناحية التقابي لتقب هذه السبورة التي تشد الرجل إذا لاحظتم أن أردتهم من الأرد هذه المشكلة التي لا يعرفونها هي منها تأتي يمكن أن ترى هذه المشكلة تكون في الأمبالج ويكون تدخل الدخل نذهب ونرى ممكن أن تحلها وتعودون إلى البلاصة على حسب التقابي هناك أساعة البلاصة تختلف هنا نجد التقابي ونجد هذا التقابي لاحظة إلى ناحية القادوس لذلك ونجد في القادوس في القادوس يمكنك التركب في أي بلاسة يمكنك التركب في هذه البلاسة من هنا والبلاسة أخرى يمكنك تقلبها من هنا أو من هنا يمكنك التركبات التي تقلبها السيبورة في الأرض بالنسبة للفكساسيون هو هذا هذا الفكساسيون من هنا يمكنك التركبات من الميزان من الميزان من الميزان من الميزان كما نقول الميزان من الميزان ثم المثلث الذي أكدد هو أنه يكون هذا خارج نفس العبار من هنا من هنا من بعد أن أقوم بعمل هذه المسألة أقوم بعمل السبورة والفقانيين إذا كانت تغير حلقية فيها غير مرتوبة يعني مرتوبة مرتوبة لا تشدنها من بعد نحاول نحفرهم ونقوم بعمل يعني تقوم بعمل من بعد تأخذ ميزة الماء ونقوم بعمل تتبه فيها لن تحضر ونقوم بعمل ثم تأكد أن هناك تكون ونقوم بعمل ميزة الماء ونحاول دائما لا تكون فيها لم تكن فيها حالة اضافة لن تكون فيها بني وبنسبة البناء يجب الإنسان لا يتاول فيها يعني نظر يجب أن تكون وضع في هذا الخط من هذا الخط احترال هنا لا تكون قبل ولا تكون من بعد حيث إذا كنت من قبل لا تترك من هذه الأبواط لا تترك من هذه الأبواط وإذا كنت من بعد لا تترك من هذه الأبواط ولا تجد الكروشيات كما ترى هنا هنا لا تترك من هذه الأبواط كما ترى هنا هذا يكون هنا ومن هنا من هنا لا تترك منها من هنا سترى هذه الأبواط تريد أن تركها ودائما ترد البال لكي تساريك تقطع من الأربعات الجهات العبار الذي أريد أن تكون هناك وفيها واحد يوجد فيسات ويوجد فيسات مركبة بالنسبة للطواتر لا أعطيكم أنها عبارة حالة من الأرض بالضبط يجب أن تكون ثمانية وثلاثين سنتيملتيجات ومن بعد أن تضيف الفرق لا يوجد فرق وهناك أكثر من ثمانين مليمتر يعني لا تضيف حالة 8 سنتيملتيجات ويوجد بسات المليمتر يعني من هذه الجهة ولا تضيف عرض 8 سنتيملتي ويوجد بسات المليمتر يعني هذه هذه هنا 8 سنتيملتي ويوجد هنا 4 سنتيملتي بالنسبة للداخل هو هذا نرى هذا أول ميكانيزم هذا الفلوتور نحاول أقربكم إذا ترون هذا الفلوتر دائماً نأملها بالماكن نجعلها أمر لكي لا تقصر شيئاً تبان بأنها تقص وكتسيل ليس حتى الفينيو هذا الروبين يضاري بالنسبة للبرانش مو لكي لا يكون المشكلة لكي لا يكون المشكلة لكي لا يكون المشكلة نحن نبرانشها على استخدامها لكي لا يكون المشكلة وكي لا يكون المشكلة وهذا الروبين يكون على الدناء في الباطن مخبع أي لن تُركب اسم ومن بعد فى أشيد اضغط هذا ولكن سهل يكون في المونتاج هذا المشكلة هذا الممارين سيطر ثلاث سيطر بعد ذلك البطولات يركبون في هذه البلاسة لنحاول نركبها بيد واحدة نحاول نركبها نركبها هذه البطولات تجدون تحضر نركبها هذه الفرانة لكي لا تخرج نركبها اضافة الوضع اضافة 1 سنوات ستركب بحركة يجب أن تزيد فيكسها بهذا الفيسات يجب أن تزير ويجب أن يكون واحد هنا وواحد هنا كما ترون معيدي الطريقة التي تسهل علينا أمورها من بعد يعني من كتفينها وكتكون مزلجانة مكمولة يجب أن تركب الكيفيت وتركب البطونات وانتمنى تكون مستفقتم من هذا الفيديو ولي عندك شي تساؤل يخليه هنا وإن شاء الله نجاوب عليه وشكرا لكم